أيضا الإعلام لا يزال يمس الأمور برفق يعني يمسه وخايف يعني شوف أنت برنامجك هذا مثلا يعني يمس الأمور ومس خفيف لكن طبعا أنت لن تجد ضيوف طبعا يخرجون معك مثلا لو بغيت تمسلين لأنه ما في حماية لهم ما في حماية وهذه قضية لازم نعرفها وشان حماية لهم؟ يعني حماية من أذى هؤلاء هؤلاء يؤذون يؤذون هم يعني متغلغلين في بعض الجهات لن يضروكم إلا أذى إلا هذا لا هم أحيانا بعض الناس يخشى على مصدر رزقه يخشى على أولاده يخشى على يعني وظيفته يخشى على هم أولئك يصلون يعني متغلغلين في أماكن يصير فيه تشويه للسمعة تشويه للسمعة تلفيق تهديد أحيانا بالقتل نعم نعم فيما مضى كان هناك يعني هذا الشيء الآن طبعا ما فيه جرأة بهذه الدرجة وقاحة لكن عندهم تأثير على مستقبل الإنسان وظيفي كم من إنسان حيلة بينه وبينه مكان هو مهيئ له بسبب هذا الشيء هذه في بعض الجهات اللي كان فيها تغلق والله أنا أرى أنه لا زال باقي إلى الآن يعني أنا أرى أنه لا زال باقي إلى الآن يعني كنا ننتظر أشخاص أن نراهم في مواقع مهمة لأنهم قد أبلوا بلاء جيدا في يعني الوقوف أمامها التيارات وجدنا أن الأضواء خطفت عنهم إلى غيرهم في حين أنه لمع أشخاص عندهم مواقف مميعة مع الأسف من قديم وهم وهم اللي أمرضون يعني لا تؤخذني في هذه الكلمة أنا أتكلم كمربي كمفكر يعني هم الذين أتعبون لأنهم يمسكون العصى من الوسط ويعني عين معك يا ياحياء وعين معي يعني ما فيه وبعض الأحيان أنت مضطر أصلا أنك تكون واضح وصريح هؤلاء الناس تجدهم الآن هم الذين يعني على قولتهم على الحجر طيب هم الذين يخططونهم هم الذين أفهم